محاولات مستمرة وتعهد معلن من الولايات المتحدة والدول الغربية بمنع إيران من تطوير سلاح نووي محاولات تواجهها إيران بمخططات للالتفاف حول العقوبات والسعي للحصول على التكنولوجيا النووية المحظور عليها قناة فوكسينيوز الأمريكية كشفت عن تفاصيل تقرير للمخابرات السويدية يتهم طهران بالحصول على معلومات خاصة بتصنيع السلاح النووي من الدولة الإسكندنافية خلال عام 2021 تقرير المخابرات السويدية المكومة من 80 صفحة سرد تهديدات إيران للأمن القومي للسويد مشيرا إلى أن إيران تستخدم التجسس الصناعي على التكنولوجيا والمنتجات السويدية لاستخدامها في برنامج الأسلحة النووية واتهم التقرير ضباط المخابرات الإيرانية بالتصرف تحت غطاء دبلوماسي داخل الأراضي السويدية التقرير تطرق أيضا إلى الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض لإحيائه وذكر أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية وعائدات في العام الأول من تطبيق الاتفاق كما ستستفيد طهران من أموال أخرى تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030 في حال المضي بالاتفاق النووي المثير للجدل فوكس نيوز نقلت أيضا عن المتحدث باسم جهاز الأمن السودي مخاوفه المتوقعة من خطر إيران ومعها دولتان ضد السويد إيران واحدة من الدول الثلاثة التي تشكل أخطر تهديد أمني للسويد ومصالحها إلى جانب روسيا والصين قناة فوكس نيوز نشرت أيضا في يونيو الماضي تقريرا استخباراتيا ألمانيا يتهم إيران بتكثيف جهودها للحصول على التكنولوجيا الخاصة ببرنامج أسلحتها الذرية وشراء ما وصفته الاستخبارات الألمانية بالمعرفة والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إيصالها